ترك المقاومة والاستعادة عنها بالسنن والله يا شيخ إذا كنت بحاجة لعملية قلب مفتوح فلن تفضل تقويم أسنانك ولا حتى تقويم لسانك بدلا عن قلبك المفتوح يا أبا عبيدة جاهد بالسنن إن كنت صادقا أبو عبيدة العدو قصف قواته على الأرض ظن منه أننا أسرنا جنوده أبو عبيدة استهداف ستين آلية عسكرية صهيونية خلال 72 ساعة السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جول 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفي التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة أبو عبيدة العدو قصف قواته على الأرض ظن منه أننا أسرنا جنوده أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة في كلمة له اليوم الاثنين عدة عمليات واستهدافات قام بها مجاهدو كتائب القسام خلال الساعات 72 الماضية مؤكدا تمكنهم من استهداف 60 آلية عسكرية إسرائيلية من مختلف الأنواع وكشف أبو عبيدة أن الآليات العسكرية تم استهدافها في محاور جنوبي حي زيتون وفي حي الشيخ رضوان وحي لتوام غربي مخيم جباليا وفي بيت لاهيا ثلاث منها ناقلات جند موضحا أن أغلبية الاستهدافات كانت بقذائف اليسير 105 بالإضافة إلى عبوات العمل الفدائي وعبوات الشواض وقذائف تاندم 85 أبو عبيدة استهداف 60 آلية عسكرية صهيونية خلال 72 ساعة قال أبو عبيدة تمكن مقاتلون من تدمير 60 آلية عسكرية إسرائيلية منها عشر ناقلات جند خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في قطاع غزة كما تابع قائلا نرجح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده في عملية نفذناها ضد ناقلة جند في مدينة غزة وأشار إلى أن المقاومة نفذت عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح وقد سمع مجاهدون صراخ جنود العدو واستغاثاتهم وقال في هذا الصدد إن مجاهديه استهدفوا في حيل توام ناقلة جند وأصابوها بشكل مباشر فنزل منها ثلاث جنود فأجهزوا عليهم بقذيفة مضادة للأفراد ورسح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده وأن هدف الاحتلال